كيف تنظر إلى مثل هذه المحاولات؟ ليست المرة الأولى التي تحدث فيها عملية مثل هذه على شكلة حرب العصابات. كيف تقرأ ما جرى؟ من وجهة نظر أو من جهة حرب العصابات مستمرة وليس لأول مرة أوكرانيا ترسل العصابات المصلحة إلى المناطق المجاورة الروسية إلى المناطق الحدودية. ولكن بالأساس تلك العصابات قد قامت بإضرار البنية تحتية قبل كل شيء سكك الحديدية في تلك المناطق. كما تستمر أوكرانيا بقصف القرى وبلدات المجاورة في الأرادة الروسية في المناطق الحدودية. ولكن هذه المرة نحن نرى أن تقوم هذه العصابة المصلحة باعتداء على الباس وتقتل سائق هذا الباس ويوجد هناك كثير من الأطفال في هذا الباس. لذلك لأول مرة نحن نرى اعتداء على المواطنين العبرية على الأطفال من قبل الحديد. هذا التكتيك سيد أندريب. هل سيغير مجريات المعركة برأيك؟ لا أنا لا أعتقد ذلك بسبب أن العملية العسكرية الروسية مستمرة. نحن نرى أن هناك تركيز على بعض المناطق المهمة بالنسبة لروسيا قبل كل شيء بخمت غيرها من المناطق في دونيسك واللوغانسك. ولكن أنا أود أن أقول أن عندما السلطات الروسية تحدثت عن نحن نتعامل مع النظام الإرهابي فهنا هذا التأكيد لهذا الكلام لسلطات الروسية من جديد. أقول كان هناك اعتداء على باس وفيه الأطفال كانوا يتوجهون إلى مدرسة وتم مقتل أو قتل سائق هذا الباس. تم جرح أحد الأطفال في هذا الباس. لذلك لأول مرة نحن نرى اعتداء مباشرا على المناطق والمراكز المدنية في روسيا من قبل هذه المجموعات الإرهابية المصالحة. نحن نرى هذا التجاوز من جديد لبعض الخطوط الحمراء كيف سترد روسيا؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر